أما روح بقى أصحي الولاد عشان يروحوا المدرسة زينة يا زينة يلا أصحي هو أنا هفضل كده كتير قوم يا زينة هتتأخري على المدرسة حاضر يا مام حقوم بس ممكن تسيبيني خمس دقايق بس أفوق فيهم لا طبعا أنا مش كل شوية هروح واجه عشان أصحيك يلا قوم أنا بحضر اللانش بوكس يلا آدم هقدمتي يلا أصحي حبيبي يلا يدومة يلا عشان للمدرسة حاضر يا مام هصحب بس تسيبيني شوية مش قادر أقوم خالص حاضر يا حبيبي هسيبك خمس دقايق وارجع أصحيك بقى كده يا مام بتصحيني كده وبتصحي أدم كده أنا مش عارفة ليه مام طول الوقت بتفرق بيني وبين أخويا في المعاملة أنا زهقت وتعبت صباحي الخير يا بابا صباحي النور يا حبيبي بابا مالك شكلك زعلان ليه كده مفيش حاجة يا بابا بصراحة أنا متضايقة متضايقة؟ متضايقة ليه حبيبتي؟ متضايقة من ماما عشان بتفرق بيني وبين أخويا في المعاملة بتعامل هو أخسن مني مع إني طول الوقت بسمع كلامها ومش بدايقها خالص ومش بزعلها لكن أدم مش بيسمع كلامها خالص وبيدايقها أنت متضايقة عشان كده؟ معلش يا حبيبتي ما هو أخوك الصغير ولازم يتدلع زي ما انت اتدلعت وانت صغيرة بجد يا بابا أنت شايف أن أنا اتدلعت زي أدم وأنا صغيرة يلا بقى مش فرقة صباح الخير يا بابا صباح الخير يا قدوم يا حبيبي يلا يا زينة خد اللانش بوكس بتاعتك لا يا ماما مش عايزة صندويتشات جيبنا أنا عايزة بيزة صغيرة من اللي في العلبة دي لا مش هينفع أنت عارفة أن أخوكي مش بياخد صندويتشات وما بيأكلش غير البيتزة أنا عاملها عشان ممكن أعملك صندويتشات مربة لا يا ماما أنت عارفة أنا مش بحب المربة يوه طيب خلاص هديكي فلوس واخد الصندويتشات دي وبقشتري أي حاجة في المدرسة ماشي يا ماما شكرا زينة هاهاي أنا أخدت البيتزة اللي بحبها وانت لأ إيه يا زينة رايحة فين همشي أروحي المدرسة طيب مش هتستني الباص لا عايزة أمشي مش عايزة أركب طيب وقادم أخوكي هيروح إزاي عادي يعني مايركب الباص هو يعني صغير ولا ندد بتاعته مانا كنت بروح لوحدي يعني حد كان بيوصلني سلام والله أنا مش عارفة مالها البنت دي زينة مش لازم تبيني قوي يعني إن انت بنفسنا مني وبتغيري وأنا يعني هغير منك ليه ده انت حتى صغير وكمان ولد ماهو عشان كده انت بتغيري منه طيب يلا روح على فاصلك با وما تعطلنيش إزايك يا زينة الحمد لله إزايك انت يا هايدي؟ مالك يا زينة انت مش في المود ليه؟ هو باين علي قوي كده أنا زهقت زهقت يا هايدي طيب أحكيلي مالك بس من يوم ما قدم أخوية ولد وبابا وماما بيعملوا أحسن مني بكتير بيفرقوا بيني وبينه في المعاملة وفي كل حاجة أنا زهقت قوي هو ده اللي مزعالك يا زينة ما انت عارف الناس هنا بتحب تخلف ولاد أكتر من البنات أنا مش عارفة ليه وما فيش أي مبارد لكده إن هما يحبوا الولاد أكتر من البنات انت عارفة جدي قبل ما يموت كتب كل أملاكه وفلوته لخالي عشان كان الأخ الوحيد لماما وخالتي وهم ما أخدوش حاجة تفكيرهم غريب المهم يعني كبر دميعك وانت أي حاجة تضايقك وبعدين عندي لك خبر حلو خبر حلو؟ قولي جايز أفرح المدرسة عاملة رحلة بجد طيب كويس أروح الرحلة وغير جوا شوية أبعد عن البيت والزهق اللي أنا فيه يلا يلا المستر هيدخل الفصل فين أخوك؟ أنا جيت ماشي يا مام وهو هيركب البص ماما عايز أقول لك حاجة عايزة إيه؟ عندنا في المدرسة رحلة ممكن أطلعها فأنت مش طلعت السنة اللي فاتت؟ أيوة يا ماما وعايز أشترك السنة دي كمان أصحابي اللي طلعوا السنة اللي فاتت هيشتركوا ويطلعوا السنة دي مش لازم تعملي زي أصحابك خلي عندك شخصية منفصلة يا سلام طيب أنا عايزة أطلعها يا ماما أنا محتاجة أروح الرحلة دي وأنا قلت لأ يعني لأ يا زينة يوه هو كل حاجة لأ لأ إزايك يا ماما؟ أهلا أهلا قدومي حبيبي إيه ريحة الأكل الحلوة دي؟ هعملت لك الأكل اللي أنت بتحبه بجد يا ماما طيب خلصي بسرعة عشان أنا جعان قوي وأكلت كل البتزة بتاعتي ألف هنا يا حبيبي حاضر عالا هحضر الأكل يكون بابا رجع ونتغدى كلنا يلا اطلع غير لبسك حاضر يا ماما ألام عليكم إزايك يا نجو؟ وعليكم السلام إزايك يا أشرف؟ أدم وزينة رجعه من المدرسة ولا لسه؟ أيوة رجوة يا أشرف يلا نحضر الغدى أدم جعان قوي حاضر حاضر هطلع غير لبسي أو أنزلت غد بابا صحيح أنا عندي رحلة في المدرسة وعايز أطلعها طيب كويس أنت كان نفسك تطلع رحلة من أول السنة خلاص يا حبيبي بكرة أديكي الاشتراك بتاع الرحلة وإنت يا زينة مش كنتي عايزة تطلعي؟ خلاص يا ماما غيرت رأيي ما أنت أصلا كنت رفضة لنا أطلعش معنا دلوقتي؟ أنا خلاص وفقت بكرة هديكي الاشتراك عشان تدفعيه أنا قلت مش هروح الرحلة لأ هتروحي يعني هتروحي لازم تروحي يا زينة عشان تغذي بالك من أخوكي إيه تحكم ده؟ قلت مش عايزة روح الرحلة وكمان مش عايزة أكل زينة يا زينة لا زينة بتتدلع قوي ماما هي لو زينة مراحتش الرحلة أنا كمان مش هروح لأ طبعا مين اللي قال إن هي مش هتروح هتروح غزب عنها كمان بجد مش هارفة إيه ده؟ عايزين يودوني معاي رأسة يعني هو أنا الحارس الخصوصي بتاعه بجد أنا زهقت زهقت يلا يا زينة خد اشتراك الرحلة سجلي اسمك أنت واخوكي إيه هطلع الرحلة يلا خد الفلوس يوه ماشي يا زينة استني أخوكي لا مش هستنى حد أنا همشي مش هركب البوس صباح الخير يا زينة صباح الخير يا هايد إيه يا بنتي أنت لسه ما فكتيش التكشير اللي في وشك دي مالك ضربة بوز ليه؟ هما بباقي ومامتك رفضوا إن أنت تطلع الرحلة؟ ماما الأول رفضت خالص وما كانتش عايزاني أطلع الرحلة واما آدم قال لها أنا عايزة أشترك في الرحلة عشان أطلع ماما وفقت وكمان قالتلي هتطلعي معايها الرحلة وأنا بصراحة نفسي تسدد ومش عايزة روح الرحلة خلاص يا بنتي أنسي أي حاجة مضيقاكي مش مش مشكلة مانتي خالص هتطلعي الرحلة وكمان هتطلعي معانا وهنقضي يوم جميل مش هم نكون رايحة عشان أنا اللي أتفسح ونفسي روح دول وفق إن أنا روح الرحلة عشان أخد بالي من آدم أخوي مش مشكلة خالص يا زينة أنت برضو أخت الكبيرة فكيها بقى صدقيني هنعضي يوم جميل مع بعض يا حيوة لبسة نفسي خد بالك من نفسك يا آدم أيوة يا حبيبي خد بالك من نفسك كويس وإنت يا زينة خد بالك من أخوكي طمينونا عليكم بالموبايل يا زينة يلا ركبوا الباص مع السلامة يا حبيبي خد بالك من نفسك مع السلامة يا زينة أنا هلعب مع صحابي ماشي يا آدم بس دا ما تبعدش بعيد خليك قريب ماشي إيه رأيك بقى في الخروجة دي آدم أخوكي أهو رح يلعب مع أصحابه طلعي كل حاجة بقى مدايقاكي ورميها هنا في الجنينة وسط الخضرة هتلاقيها بقى طلعت لك شجرة اسمها أحزان يا زينة يا هايدي أما أنت رأي أوفاية قوي ياريت عندي نص رواءانك ده أكيد ما كنتش هزعل أبدا أيوة يا بنتي روائي هتزهاي نفسك ومش هتستفدي حد أيوة يا ماما إيه الأخبار يا زينة أدم أخوكي عامل إيه كويس هأكل ولا ما أكلش أدم كويس يا ماما طيب خد يبالك منه كويس حاضر يا ماما يلا أنا هقفل بها شان المستر بينادي علينا ماشي يلا مع السلامة يا مفيش أحسن من المكان ده خضرة وأشجار مكان حلو قوي يا لو نفضل هنا وما نرهش مكان تاني يا على جمال المكان بيعمل استرخاء وهدوء نفس جميل يا لو نفضل هنا على طول وابعد عن مشاكل البيت ومشاكل بابا وماما اللي بيحبوا أخويا أكتر مني أنا هفضل قعدة في المكان الحلو ده أستمتع بالشلال والخضرة إيه ده إيه اللي بيحصل في المياه ده بتجري ليه وخايفة مني وعايزة تهربي إنتي مين وعايزة مني إيه سبيني وامشي مش هتقدري تهربي مني ما تخفيش أنا مش هأزيكي أنا جنية المياه سمعتك وانت بتتكلمي صعبتي علي وقلت لازم أساعدك يعني انت طيبة ومش هتقذيني طيب هتساعديني إزاي أنا هخلي منطق تحبك وما تفرقش بينك وبين أخوكي تاني إيه ده يعني انت اللي هتعملي كده مش هي اللي هتتغير لوحدها لأ خلاص متعمليش حاجة لأ هي هتتغير تعالي معايا أوريكي المكان بتاعنا هتتغديني معاكي وترجعيني تاني أيوة تعالي معايا غمضي عنيكي إيه ده المكان الجميل الرائع ده المكان هنا حلو قوي متاخدوني يعيش معاكم ما ينفعش أنت تعيش في العالم بتاعنا وإحنا نعيش في العالم بتاعك كل واحد فينا ليه العالم بتاعه اللي بيعيش فيه يا ترى يا آدم مبسوط يا حبيبي في الرحلة ياه هو أنا عايزة نام كده ليه أيوة أنا برضو صح يا بدري عشان أحضر لهم حاجات الرحلة يا بنتي بنتي لا سيبوا بنتي محدش ياخدها مني رجعوا لي بنتي بنتي إيه ده بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنت بحلم ولا إيه أنا نمت وأنا قعدة إيه الحلم ده يا بنتي يا حبيبتي دلوقت يا زينة إنتي هتشوفي صورة مامتك في المية وهي هتموت من الخوف عليكي وبتنادي عليكي بس ما ترديش عليها إيه ده ده فعلا صورة ماما ده بتنادي عليها ده خيفة عليها قوي ألو أيوة سلام عليكم يا مستر أنا مامة زينة هارجوك زينة فين هي مش بترد علي ليه حاضر يا مدام أنا هشوفها فين وخليها ترد عليك هارجوك خليها تكلمني بسرعة عايزة تطمن عليها حاضر حاضر يا مدام يا زينة يا زينة زينة إيه ده هي راحت فين زينة شفتي بقى مامتك قلقانة عليك إزاي يا أيوة تتصلت بالمستر تسأل علي وما سألتش على آدم أحويا خالص يا حبيبتي يا ماما طيب ممكن تخليني أشوفها تاني بصي في المية هخليك تشوفيها علو أيوة يا أشرف أيوة يا نجو في حاجة ببتصل بذينة في الرحلة ومش بترد وكلمت المستر عشان يشوفها فين مش لقيها أنا عايزة بنتي يا أشرف إيهدي يا نجوة إيهدي أنا هكلم المستر واجيلك على البيت طيب بسرعة يا أشرف يا معقول ماما بتحبني وخايفة علي كده أنا متشكرة لك يا قوي أنت خلتيني أشوف اهتمام ماما بيا اللي ما شفتوش من بعد قدم أخويا متولد بس للأسف الاهتماما ما بيكون متأخر ما بيكونش ليه أي فايدة ولا ليه طعم بس إحنا مش متأخر يا زينة كفاية أن هم عرفوا أن أنت مهمة في حياتهم يلا يا أشرف سوق بسرعة حايزة وصلوهم الرحلة بسرعة يا أشرف بسرعة ما تقلقوش إن شاء الله هتلقوها هي أكيد بتلعب في مكان هنا ولا هنا فأنا قلت لهم كلهم مفيش حد يبعد عن هنا لازم تتصرفوا أنا عايزة بنتي رجعوا لي بنتي أنا حلمت إن في حد بيشدها مني وعايز ياخدها أنا عايز زينة أختي رجعوا لي زينة أختي شايفة قلقانين عليك إزاي لا أنا مش هستنى كده أنا لازم أروح لهم طيب استني مش هتروحي كده تعالي معايا فأنت هتقفي هنا وأنا هخليك يغمى عليك عشان ما ييجوا يشوفوك يلقوك يوقع على الأرض عشان يعرفوا إن أنت كنت مخطوفة مع السلامة مع السلامة أنا عايز أختي أمام كلهم بيدوروا عليها في كل مكان أنا هرجع لك بنتك لو ماهتمتيش بيها وبقيت تحبيها أنا هاخدها منك تاني روحي عند الشلالات هتلاقيها موجودة إيه ده؟ إيه الصوت اللي بيكلمني في ودني ده؟ أنا سمع حاجة بتكلمني بتقولي إن زينة عند الشلالات عند الشلالات؟ طب يلا إمامة يا أشرف يا أشرف تعالي بسرعة زينة موجودة عند الشلالات زينة حبيبتي زينة يا حبيبتي يا بنتي أنا كنت هموت من القلق عليك أنا كنت قلقان عليك قوي يا زينة سامحيني يا زينة أنا قسرت معاك أنا مكنتش عارف إن أنت غالية عندنا قوي كده إحنا بنحبك قوي ياه أنا غالية عندكم قوي كده أنا بحبكم قوي وإحنا كمان بنحبك يا حبيبتي مبسوطة كده يا ست زينة بوصلنا الرحلة مش مهم الرحلة المهم إن إحنا لإناها كويسة أنا حلمت إن في حد بيأخدها وعايز يخطفها مني طب يلا بقى نرجع ونروح نطمنهم إن إحنا لإناكي الأولاد والمدرسين زعلنين قوي بس يا بابا نص اليوم ضاع وإحنا بندور على زينة معلش الحمد للن إحنا لإناها أنا بقى هطلعكم رحلة تانية بس المكان اللي زينة تختار أجد يا بابا أيها حبيبتي